الثورة العربية الحقيقة لما دخلت أخطر ما هنالك هو أنها مرشحة للانتشار لماذا؟ لأن عوامل الثورة واحدة في الجزائر أو في ليبيا أو في السودان أو في نيجيريا عوامل الثورة عند المسؤول لذا قراءة النصارى ومراكز البحوث والدراسات المنطرة عندهم أدق بكثير مما نقرأ يعني يقرؤونها بموضوعية بين قوسين تخصهم لأنهم يقرؤون النمطية في أداء البشر والناس ويتوقعون أن هذه الشعوب في ظل معطيات محددة من القمع والتجاوز والإرهاب والفشل الاقتصادي والفشل الأمني وإلى آخره والتجاوز حتى على كرامة الناس هذه الشعوب هي مرشحة للثورة فالثورة العربية قرعت لهم أجراس الانذار لأن الأمر مرشح للانتشار